كان اقرب واحد اقبالكم مهدد بالنزولي هو النادي البنزر رئيسه كان هاب التدوينة عبد السلام السعداني بعد نهاية مقابلة الفريق ضامن فيها ملعب التونسي وقال انه بكيه حتى النزول للملعب التونسي ونزول البقلية وفسد الفرحة متاعه بضمان البقاء مش نوالك في كلامك عبد السلام السعداني والله هو عبد السلام معناه بالتصريح هذيه معناه على خطر يعرفه التاريخ معناه مثلاً عمنيه وللملعب التونسي كان سبب مباشر كونه نادي البنزارتي ما يسقطش للرابطة الثانية وصارت زاد امرتين اقبل هذيه هذيك عليش معناه يمكن هو يكن عطف خاص على الملعب التونسي بينصير ماهوش بشي عب الملعب التونسي اكثر من فريقه اما هو بات هاتري كان معناه عطف خاص على الملعب التونسي للحاجات اللي كنت نقول لك فيه الملعب نادي البنزارتي مقابلته مع اتحاد بنجردين هل قادر ملعب يربح على اتحاد بنجردين السيابي كرويين والله ينجم يربح معناه هو لو على مقابلة كل شي جايز من المقابلات اللي داخلكم فيهم الشك وليه خانيكون واضح معناه مقابلة بنجردين والسيابي والله يا توه مثلاً كتشوف المقابلة هذيك فما معناه مثلاً ما ضربت جازيه ما تزفرتش في الاتحاد بنجردين ونعرف واحنا بدي إلحاد بنجردين معناه سنيه اخذيه برشا بينالتيات معناه حطها قل من الكاكب برشا وما تزفرتش ضربة الجازيه هذيه هانا النزه معناه النيس معناه الفي رقه راهو النجم النزه انا اسألتك ع تدوين تعب السنين السعيداني خطي برشا من حباء استاد ما عاجبتهمش تدوين يقول لك كما نقوله يقتل الميت ويمشي في جناستو ليه هو مو عدا اي في ما هو بانسير الهدف متاعه الولين يبش يمنع جمعيته معناه فهمت هذا معناه حق مشروع هذا ما يقولوش للراجب شو يمنع جمعيته بطرق قانونية معناه ايه هو طرق قانونية وش كون قلقه هو ما قالش انا عملت حاجة ما ايش قانونية هو قال هو طوى معناه حزب ما قتلي انتي انا مريتيش لحقيه هو متأسف على سقوط الملعب التونسي هذا هو والليه هو هده تعتبرها عادية معناه التدوين عادية ايه عادية اما لا فهمت تدوينه اخرى شفتها قبل ايه فيما يخص متش بنجردين كيفاش وقاعه معناه تقلبة الروز داما ايه ولا ليه تلعب في بنجردين والرطور ولا في بنزرت نجب تكون الناس بحذر اروح على السيناريو هذي من اللو هل صحيح بعافته ماشو السيناريو طال الملعب التونسي الأول ايه هل صحيح بعافته يسير احتجاج بخصوص القلبين هذي متاع المقابلة ليه هذيه صارت رو عندها معناه ايه نعرف ايه طاوة ماش معا ليه طاوة معناها من جملة الحاجات اما هي يا راي ايه تقوللك راياذيه معناه من ناحية القانونية تسمى قانونية رو فتفهم وزوز جمعيات فهمت تسمى قانونية اما ا زهالي اه حتى كيتبدل المقابلة ما تمشي مش بالعكس معناها اغافته لزمك تختار ملعب في قريب للملعب متاعك من حكاية كيلو مترات ايه ما راي صارت اقبل صارت اقبل ويغضوا عليها الطرف لا في تونس كل شيسي ايه كل شيسي ايه هيك اوم لمن بعض الاحباء. مين الهيئة الهنا؟ ماش حماية كانت الملعباء بعدك يخرجوا من ملعبه؟ والله صحيح صحيح. بو. انا نتفهم راني الغضب انت على الاحباء مكتعرف. هذي اراه مش راي فما فرق ليجيه للعباد. مش كيما تخسر تيتر. كيما راو سقوط. راو فما فرق كبير ما بيناته. احنا ضد الاعتداد. معنى انا شخصيا ضد الاعتداد بالعنف على اللاعبين وعلى المكونات الفريق الكل. والعنف الكل مرفوض مهما كان نوعه. لكن زادا فيه فيه معناها اه لحظة معينة. نقول لكش نتفهم. اما النجم نلقى تبرير ما هوش كبير لمحالة. اما النجم معناها وكان من الاجدر كونه من اللاعبين ماذلا ما كانوش يخرجوا في التوقيت هذيك حقه معناها حتى خرجوا ساعة ولا ساعتين قبل الماتش تفاديا للالتحام مع الاحباء. التغيير متاع الناتق الرسمي انيس الباجي بانيس بن الفلاح. وين تحطوه في خاند شنوه يدخل؟ ولا يشوف هو سي انيس معناها زميلي ساعة ما نساوش قبل كل شي. ومعناها ونحبو نفس الفريق. ما تعرف انسا نخدم قدش من عام بستاد. الى اي تي دي سي هو زاد استقال. فمدي باش تفاديا للفراغ هذي. اه وقع تعييني معناها. نقوله الانيس الباجي كان عاقل برشة في حتى في تصريحاته في كلامه. اما هذي حتى اللي خلف غضب من الحباء من عبال تونس عليه. والله هو شوف اه صحيح تعو كلامك اتي صحيح. اما زاد انا ما نجمش نجين لوم اه انسان. ونقوله ش بيك اه متربي. ام. معناه هو طبيعته الكاكا. في تونس ولا اللوم وانسان. اه الله غالب معناها من المضحكات المبكيات اذي. ما نجمش نجين وقوله. الله غالب بوتاتر الكاراكتير انتاع انيس. معناها ما يتمشيش مع الوضع متاع الكورة في تونس ومتاعناك. ام. سنفو بادير لو انت بالعكس ان ما دي انسان متربي ما لانسان حماني حاجة بيه هذي. باي بش نساكره الشاف بيتر انتاع لي زيكس خاس بورتيف هذي. فما حاش تحب تزيده اقبال من حلو الشاف بيتر انتاع الكورة والأخطاء اللي قام بهم ليدالة زد الموسم هذي. والله شو نقول لك شوف اه بالنسبة معناه الهه الجو العام اللي صارت فيها. فما ديما نحب نرجع النقطة لها هو العدم بث المقابلات ونتاع الجولة قبل الاخير. انا واحنا ديما توينس اونا توندونس مش نشده ديما فالحاجة الاخر. راو بالنسبة ليانا هذيك معناها مش مثير للرأة. هذيك معناها ارجويمون صحيح. او كنفو ما كنفو نمو بقتها. كنفو نمو جولة تتأجل. واللي نوفى لكنفو نلعبو. ما فما حانتا مشكل اجل انها جوالات قبل صحيح ولاي. اقتراح معناها مش معقول هذي. كيف كيف معانتا من الحاجات اللي ممكن نقوله وراهم نقو تستفهم زادة كيف كيف العدم بث المقابلات زادة. بالتباعة هون ديما كنتي في جولة معناها قبل. عارش ما تكلمتوش وقتها عارش ما تكلمت. ام. تكلمنا ووووو. ما حبتت ما عبتونس اللي بلي. لا ما عبتناه مش ما اوزر اسلام مش كل شي بجيت. تكلمتوش معناها تكلمت. كلمنا عبر القنوات الرسمية كونو ما 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 نحبوش نلعبو لما نكون خطروه الماتش كان تليفزيه وديبار. ام. فهمت نحبو نلعب وقت اللي معناها. وسمحني انتي. اخي كي نرجعلك هنا نقول لك راوه فما اه قرار سياسي. يخي الاذاعة والتلبزة هي دي. شكون تابعة هي. هي اذاعة خاصة. حكمية. حكمية هكوه لا. كنا هي معناها القرار. بالالتزام. بالحجر الصحي وكذا. والحجر الصحي لنا عنا فوق العالم توحنا في الحكاية هذي. في الكورونا وكذا. هكو اللي. القرار هذي. مين جيه القرار. بيكون قرار سياسي. قرار سياسي باش. ملتزموا بالحجر الصحي. فكل نهارين هذوكم اللي بيستير فيهم الجولة قبل الأخير. هذي هزي دا نحط لك أنا خمسين نقطة استفهام قدامها الحكاية.